موسيقى في الساحل يعترف القلب وللحلم جناح واحد وعش للقصيد العديد من المحاولات النثرية برنامج منازل القمر في الإذاعة القومية برنامج سفراء المعاني في شروق سابقا الفوز ببردة سوق عقاض العديد من الجوائز المحلية والإقليمية هي لفتاة واحدة أتت نحيلة سمراء مرتوية بمياه توتيل ومشربة بشمس كسلع أتت إلى أرضا ليلين فحازت على كل هذه الإنجازات الكبيرة وانتصرت على العالم فقط بلوك المترجم للقناة المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية لازلنا نتواصل معكم في مؤانستنا مع نجوم سودانيين في مجالات عدة نجمتنا لهذه المؤانسة هي شاعرة حائزة على بردة سوق عقاز لأول مرة تحوز عليها امرأة عربية من 1500 عام شاعرة كما قال عنها دكتور عثمان جمال الدين كان صوتها لا يجبه أحد يكفي روضة أنها روضة الشعر ويكفيها أنها فاتحة الباب لكثير من الأصوات في مجال الشعر وفي مجال الإعلام بنرحب بك جدا وكل سنواتي طيبة وإن شاء الله عيدي تعاد عليك أعوام مديدة وعديدة بالصحة والسلامة مرحبك عفراء كل سنواتي طيبة الشاعرة والإعلامية الجميلة ومرحبا بكل السادة المشاهدين الأهل في السودان وعلى امتداد هذا البس الجميل كل عام والجميع بخير أنا سعيدة بأن أكون معك وأنا الأسعد مؤكد وعندنا ليك مفاجأة جميلة وعودة كده إلى الطفولة أشوف مع بعض أشوف مع بعض وف活 jars لذلك تأرضى الدل شرب مري AMI كل ما الزمان ألقاني ياراتو لو كان خانك كل ما الزمان ألقاني ياراتو لو كان خانك إيه يرتوي تنكرت ليه ساب يارو عشانك مغدر عشانك كسلاك محبيت عشانك كسلاك خليت ياري عشانك عشيك تأرض بتاك الشعر من ريحان موسيقى اشتركوا في القناة 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 كان موسما للفرح كانت ايام جميلة وطيبة ورائعة وكان العيب يمتد وكأنه يمتد الى اشهر برضو شكلك من النوع اللي كنت بتحب العيبية جدا لا اكيد طبعا يمتد الى اشتركوا في القناة ومن يعظم شعائر الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الاقل النفسية نعم صحيح الى حد كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل ما تفعلوا كل ما تقولوا كل ما تقرأوا ولذلك اظن انني اقتات على مؤونة الطفولة ما زلتة حتى الان وأقتات على زلك الغناء النفسي في فقر هذا الزمن النفسي ايضا وهي اقرب مهرب لي من ضغوط الحياة ومن اشكالاتها ومن محاصرتها أقرب مهرب في الزاكرة أن أعرج على الطفولة فأجد فيها مهرب شديد الجمال يمتص كثير من الضغوطات والصعوبات التي واجهها بطبيعة العيش في مثل هذا الزمن المليء بما تعلمين ويعلم الجميع طيب روض الحاج معروفة بكتابتها لقصيدة التفعيلة لما انتحدثت عن كسلة في قصيدة كانت قصيدة عمودية تقريبا نعم ممكن نستمع لها أظن أنه أنا لا أحفظها جيدا ولكن هي من القصائد الباكرة جدا وأظن أن بداياتي كانت بدايات عمودية وهذه القصيدة تكاد تكون الأقدم يعني أو إحدى القصائد لكسلة هي الأقدم التي سأقرأ بعض سطورها كنت في السنة الثالثة السانوية وجئت للخرطوم للجامعة تفتح النبتة الجديدة نعم تفتح النبتة الجديدة فشعرت بغربة كبيرة جدا أنا التي لم أغادر كسلة إلا لزيارة الأهل في تراجمة ريفي شندي مرة واحدة يا صادحا بضفاف الني لغنيني واذكر ديارا بقلب جد مفتوني غني فإن هوى بالقلب يقتلني يبعثر القلب أشلاء فيشجيني وإنحدى الركب عن قرب فخبرهم بأن في الحي من تفنى ليأتوني فهل ترى يحمل شوقا أنوء به إلى الأحبة قد والله أعيوني أحبتي قسما ما فارقت خلدي أطيافكم أبدا ولو إلى حيني ما زلت أذكر نهر القاش منهمرا والطير تصدح والأغصان في ليني والورد يضحك والأنسام في دعة فأين قرطبة في شهر تشريني أواه كسلا يكاد الشوق يقتلني وذكرياتي لذاك الحي تفنيني ولهف نفسي إلى رؤياك يضمئني من يأتني قطرات منك ترويني أنا ما جفوتك عن سأم ولا ملل لكن دعتني المعالي غاية ديني وجئت يا كسل الخرطومة تحدوني الآمال والشوق للنيلين يدعوني لكنني لم أجتها مثل ما عهدت أم رؤوما لفقدي قد تواسيني فهدني ألمي واشتد بي سقمي واشتقت يا حلمي للأرض والطيني للقاشي للباسقات الخضري يطربها في الشط فوح أريج للبساتيني للفجر يطلع من توتيل مبتسما وللأصيل إذا حياكي يا سلام قبل اللقاء wusنتا عن علم الإعلام ودواعي إنفاء تأثير الهالة من الضيف وأنا بحترف بوجود تؤثير الهالة وأتمنى والحلقة بتمر بسلام إن شاء الله طيب الشرق عموما فيه سحر غريب يعني معظم الشعراء من الشرق بعدين بتعجبني المقولة الجريئة جدا لأبو أمن حامد يعني يقول لك نحن نحتضن الشمس أولا ثم نهبها إلى العالم أرملة أو مطلقة وعندك برضو توفيق صالح جبريل ونشرت هذه القصيدة مع قصائد من الشرق مع ناس كجراي ودين شاب تقريبا وشعراء كبار ماذا كان يعني لك نشر هذه القصيدة وخصوصية الشرق أيضا؟ رحم الله الشاعر الكبير حسان أبو عاقل أبو سين هو الذي أصدر هذا الكتاب لا تتصوري فرحة صبية أو شابة في الثانية والعشرين من عمرها يقرر هذا الشاعر أن ينشر قصيدتها جنبا إلى جنب مع الأسماء التي ذكرته يعني كانت هذه الدفعة معنوية كبيرة جدا بالنسبة لي هو شاعر كبير وجارنا أيضا في الحي ولكن أنا يعني على ثقة من أن هذه الخطوة قد منحتني كثير من الدفع المانوي الذي ربما كنت بحاجة إليه كما تفضلت وذكرت الشرق احتفظ لنفسه بعديد من الأسرار التي لم يبح بها حتى الآن الشمس تشرق من هنا تذكرتها بمقولة الراحل الشاعر الكبير أبو آمن حامد الأسماء كثيرة من شرق السودان حتى أن الآتين للشرق من أماكن أخرى يسبق عليهم هذا السر المشرقي يعني أنت تفضلت فذكرت توفيق صالح جبريل وهو من أبناء أم درمان صاحب الديهليز المعروف لكنه ارتبط عند العامة بشرق السودان لعله قضى فترة كموظف في كسلة صحيح مع خصوصية أم درمان ولكن يعني لدينا مقولتنا المشهورة أنه من شرب من توتيل تعرفين القصة ولكني أظن أن الأمر أبعد من ذلك الشرق له خصوصية له سحر له أسرار وجمال ما زلت أشعرها ليست عبقرية المكان فقط ليست عبقرية الزمان فقط ولكنه مزيج من هذا وذاك ما زلت أشعر به كلما عدت إلى الشرق وكلما دخلت إلى تلك الأنحاء من البحر الأحمر إلى أطراف إرتريا أنا عموما لما نمشي كسلة بشعر أن أبرز الملامح هي مسألة التعايش السلمي حي الهنود الأثيوبيون موجودين الأريتريين حتى قبائل من الشمال عندها سواق معروفة سواق الجنوبية فالراتنة مع العربية مع غيرها الشرق مختلف نحن نعمل لك نقلة كبيرة جدا جبالك شكية اليكسلين وجيت للخرطوم ولم تجدي بها الاحتواء اللازم لكن الخرطوم منحتك أيضا أشياء جميلة جدا لا شك في ذلك نتعرف عليها في المحطة القادمة لا شك في ذلك أبدا أنا أرد بما بدأت به يسرقون الكحلة من عين القصيدة تنكئين الآن جرحا كنت أحكمت وصيدة وتزيدين الصلاة بحمياي العنيدة قلت مارزا ليس كحلا إنما هم يسرقون الشوف من عين القصيدة روضة حنتحدث عن ذكريات مهمة للغاية اللي هي تمثيل السودان وتمثيل المرأة العربية في مسابقة أميرة الشعراء نعم ماذا أضافت لك هذه المسابقة؟ مع أنه في تيار بيشوف أنه روضة كان اسم كبير جدا نعم أكبر من دخول مثل هذه المسابقة ما ندمت ولا للحظة على أنني في ذلك اليوم دخلت إلى الإنترنت وجدت بالمصادفة إعلان لمسابقة أميرة الشعراء المرة الأولى نظرت إلى الشروط وجدت أن تنطبق عليه ملأت الاستمارة وأرسلتها لم أندم على هذه الخطوة أبدا وأعتقد أن الزمن لو عاد بي مرة أخرى لشاركت أيضا في أميرة الشعراء كانت تجيبة بالغة السراء أتاحت منبرا إعلاميا درسينا منبرا ثقافيا إعلاميا كانت اختبارا حقيقيا للشعر ليختبر نفسه عبر أداة الإعلام هل ما زال قادرا على التأثير أم أنه فقد سحره هل ما زال قادرا على اعتقال الناس أمام شاشة التلفاز ليتابع برنامجا شعريا أم أنه لم يعد ديوان العرب وأعتقد أن الدورة التي شاركت فيها الدورة الأولى لبرنامج أميرة الشعراء قد نجح فيها الشعر وأحرز الدرجة الكاملة كل الذين شاركوا أصبحوا الآن أصدقاء ورصيد معرفي لم يكن باستطاعة لولا أمير الشعراء أن أتعرف على كريم معتوب من الإمارات جاسم الصحيح من السعودية محمد ولد الطالب من موريتانيا تميمة البرغوسي من فلسطين وهكذا بعدين بدون مقاطعة بصراحة شديدة إذا نقلنا من الذات إلى الموضوع هو أيضا فتح باب لوجود الشعر السوداني صحيح قبل أن يكون للشعر كنت سعيدة كنت سعيدة جدا وأنا ممتنة يا عفراء جدا لكل سوداني داخل وخارج السودان ودائما هذا الشعور يلازمني وأنا أصير في الطرقات وفي الأسواق شوف يا أولي الجامعات شوف يا أولي الجامعات معنا يا كفر يا وتر يعني يا وردي يا محمد الأمين يا هلال يا مريخ لكن أنه الناس كلها تلتفحوا صوتوا لروضة نعم بكل الأطياف والحاجات كانت يعني ملحمة بالنسبة لي وأشعر أنني ممتنة لهم جميعا الذين وقفوا وصوتوا الآن لو تابعت الشريط من تلك السنوات تقريبا تم احتلاله بوصف السودانيين الجميع صوت وبغض النظر عن النتيجة لأنه ما زلت رغم مرور كهذه السنوات يقابلني حتى بعض الإخوة العرب في المطارات وفي المؤتمرات يقولون لي ظلمت في أمير الشعراء أنا أبدا لم أحسب الأمر كذلك صدقيني عفراء والله شاركت في أمير الشعراء لأنني أولا أردت أن يكون الشعر السوداني موجودا وأردت أن تكون المرأة السودانية موجودة وأعتقد أنني حتى ولو لم أكن من الفائزين الخمسة لخرجت وأنا راضية الأعلام السودانية كانت مرفوعة في مسرح شاطئ والعمم والتياب العمم والتياب والجلاليب يعني مشهد يعني ما زال يبعث في نفسي كثير من السعادة بأنني محظوظة لأنني ابنة هذه الأرض وابنة هذه الأمة السودانية إخيال ليه الكلام ده بيستدعين أن نستمع لي ذات القصيدة يا بلادي قسم النيلة إذا كنت تريدين إذا كنت تريدين قرينة من ناجزو صح قسم الشمسة فما زالت تغني ممكن طلب أنا نفسيينيك تقول يا كلها بصراحة إن شاء الله أكون حافظة يا عفرة لأنها ما صدرت في أحد الدواوين بادية بيسرقون يسرقون الكحلة وحي حصة هلال الشاعر السعودية بالمناسبة هذه كانت استضافة في برنامج أمير الشعراء بعد الدورة الأولى يسرقون الكحلة من عين القصيدة تنكئين الآن جرحا كنت أحكمت وصيدة وتزيدين اصطلائي من حمياي العنيدة قلت ماذا ليس كحلا إنما هم يسرقون الشوف من عين القصيدة يا سلام يبنة الحرف الموشة بالخزامة بعبير الشيح في الأرض السعيدة إيه يا ريمية المعنى المعنى بح صوتي وأنا أبكي بلادا سرقوها ثم مروا فوق جرحي وانتظاري فوق شوقي وانكساري سرقوها بالمواسيق الجديدة يا بلادي قسم النيلة إذا كنت تريدين انقساما قسم الشمس فما زالت تغني للبيوت السمر من نملي لحلفة وتسمي أهل السمر كراما قسم قلبي إذا كنت تريدين انقساما قسم الليلة وقلبي والمراعي ودمي والمساحات أو كلمة كهذه وروحي حين يجدوا العبراوي أنا سوداني فنفنى فيك وجدا وهياما قسمي قلبي إذا كنت تريدين انقساما إلى آخر القصيدة جميلة جميلة وبعدين ما قصيدة مرتجلة بتحسي بها لا بتحسي بها قصيدة فيها أججان متراكبة نعم يبدو أنها كانت كذلك صحيح طيب في ذات المنبر منبر أمير الشعراء وقف عليه زملاء شعراء آخرون يكتبون قصيدة النثر اللي بسميه عبد المحطي حجازي بالقصيدة الخرساء والمبتؤ من بها الشاعر روض الحاج نهائيا هل بالتجريب بالاستماع بالمزاملة معهم بنتي تستسيغين قصيدة النثر وربما كتبتيها مستقبلا أنا يبدو أنه الإجابات الصحفية قد لا توصل المعنى كما يجب لكني الآن سأوضحه كما أفهمه أنا ابنة الإقاعات وابنة الخليل بن أحمد الفراهيدي شعر مقفة أو شعر التفعيلة هذا بالنسبة لتجربتي وأعتقد أن ميزة القصيدة العربية في إقاعها لكن طبيعي أن القصيدة تتململ من الثوب الواحد هذا وما قصيد التفعيلة إلا ميلاد لهذه الململة من شكل العمود بشكل الذي حدده عمود الشارع أو العروض أو السبعة عشر بحرا المعلومة والمعروفة لكن تخلق كائن جديد يحتاج إلى دهور وسنوات انظري نحن نقرأ الآن قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي 1500 أو 2000 عام ولدت قصيدة التفعيلة مع بدر شاكر الصياب ونازك الملائكة قبل قولي 50 عاما يعني استمرت القصيدة العمودية لألاف السنوات حتى جاءت التفعيلة أتوقع أن تأخذ التفعيلة أيضا ذات الفرصة ذات الزمن ألف عام على الأقل حتى يولد مولود جديد من مخاضات القصيدة العربية نفسها قصيدة النسر تجربة فيها تجارب عظيمة مثل محمد الماغوط تجربة لا أستطيع إلا أن أحترمها رغم أنه يكرر كان طيلة حياتي بأن هذا ليس الشعر أنا أكتب فقط وأنا بدأت ناسرة بالمناسبة يا أفراء تجربتي كانت مع القصة في البداية ثم تحولت إلى الشهر فعشقته ونسيت أنني قد بدأت وعندنا مجموعة نسرية برضو سننشرها صيلة غربة ستصدر قريبا لكن الذي يزعجني من قصيدة النسر ليس تخليها عن العمود والإيقاع فقط ولكن استسهال الآخرين الدخول إلى حرمها ليست مقدسة قصيدة النسر الدخول إليها لا يتطلب أي بطاقة ولا شروط كل من قرر أن يكتم قصيدة النسر يمكنه أن يقول أي كلام ويقول هذه قصيدة نسر هي بحاجة إلى ضوابط إلى شروط إلى حراس بوابة يعرفون من هم الموهوبون من هم الموهوبين الحقيقيين ليسمحوا لهم بالدخول إلى مدينة قصيدة النسر لأن فيها تجارب زاد قيمة سيئها جيد وها جيد ورديئها رديئ مثلها مثل قصيدة التفعيلة ومثل قصيدة العمور هذا رأيي بالمساطة يعني رأيك المستخلص حقه محتمد على الموسيقى محمد الواثق دكتور محمد الواثق ربنا يرحمه يخيل لي برضو كان يتحدث عن أنه موسيقى روضة مسجونة في بحر الكامل نعم صحيح أنا بلا وعي وما زلت حتى الآن وأنت شاعرة تعرفين ذلك لا يمكنني أن أجلس إلى الورقة وأقول نويت أن أكتب على بحر الطويل أو نويت أن أكتب على الوافر لكن اكتشفت مع الدكتور محمد الواثق عندما قال ملاحظته هذه أنني أحب جدا بحر الكامل مجزوء الكامل والبحر الكامل لماذا الله أعلم لكن هناك تفسير أنه معظم الشعراء السودانيين وقعوا في ذات هذا الفخ فخ بحر الكامل ربما الإيقاع عالي في هذا البحر ربما لا أدري السبب لكن لاحقا في تجارب اللاحقة تنوعت الأبحر قليلا يعني في عشل القصيد وهو أول الإصدارات تقريبا عدا قصيدين أو قصيدة واحدة قصيدين أظن يعني فقط هما كانتا على غير بحر الكامل كل الديوان على بحر الكامل لكن في التجارب اللاحقة في ضوء لها قبيعة السؤال وللحلم جناح واحد وغيرها من الدووين التي أصدرتها أظن أنني قد تخلصت من عقدة الكامل إلى حد ما يعني التطور لم يكن في الموسيقى وفي تغيير البحر فقط بصراحة عندما ظهرت روضة كانت صبية غضة الإهاب خضراء القلب تبدو مليئة بالأشجان ويعني فيها لوعة كده لوعة الهيام دعينا نقول ثم نضجت التجربة في ضوء لأقبية السؤال أنا أعتقد أن هذا سقف التجربة سيتم تجاوزه مؤكد بمرور السنوات لكن تم تجاوز كبير للتجربة الخضراء الأولى فلو نستمع لضوء لأقبية السؤال نفسها شكرا على ملاحظتك طبعا هذه ملاحظات ناقدة لا يطلب مني التعليق عليها لكن أعجبتني أنت قرأت بعمق ربما وقال بذلك بعض النقاد الذين يعني تعرضوا للتجربة سواء داخل أو خارج السوداني وما حاجة هنا نحن كنا بنتحدثين أن نزار قباني كتب بعمر 17 لغاية عمر 67 في ذات المرحلة بذات المفردات دون الخروج منها والفلام دا قد لا يجيب كثيرين بالمناسبة نعم ضوء لأقبية السؤال ما لي أنا أشتار ملأ مواجعي لغة وأصدح بالغناء ما لي أنا أقتات أسئلة تقود لبعضها حتى ما ماذا كيف أين متى وما ما لي أنا أشتاق يعصف بي حنين آمر أخشاه ويحي كيف جاء وأنا التي أخفيت كل وشية تفضي إلي عبرت قافلة إلى حيث البدايات انتهاها أو صدت هذا الباب من زمن وغلقت احتمال العود يوما للوراء أمشي على أطراف زاكرتي مخافة أن تفيق مواجدا هتهدتها بعسى ولا باباني تدخل كل أوجاعي إلى رئتي جحيما منهما أني ارتضيت العمر شعرا جامحا قلقا وأني جئت من نون النساء قلبي على نون النساء أنا لم أحبز أن تكون حكايتي قدما على قدر الحذاء فضلت طلي وابلا يسقي ضماء بيادري حد الظماء ضداني نخرج للحياة توحدا طلاني نقترح الدروب كما نشاء ونقرر التاريخ يأتي شاهدا أن معا فجميع من في الأرض من طين وماء أنا لا أجيد القول إلا إن أردت وربما فضلت صمتي بعد إدراك الصباح وقبل إتيان المساء يا شهر يار الشعر أجدر بالبقاء يا شهر يار الحب أجدر بالبقاء قد جئت محض صبية مزهوة بالجرح عاشقة لهذا الكبرياء بعضي هنالك لم يزل لكنني البعض اللزغ تار الحياة تختال في وجع القصائد والمداءات الجفاء كل المراء كالمرايا تستحيل إلى سياج من شتاء من أي معتمية سيلمع مهربي ولأي بر تبحر الأضاد في لغتي هباء هذه ندوب مودتي صحب مضوا وهزائم علقت بباب القلب أثبتها الرفاق الراحلون يتبادلون أماكنا جفت ليخضروا فهل يتذكرون هم حملوني وزر عطر لا يغادروا أسلموني لاحتياجيهم وفاتوا والمدى حول سجون لو يعرف الأحباب حسرتنا بقوا يوما نعبئ فيه أوردة الغياب بصمتهم وبصدقهم بغنائهم وشجارهم كل التفاصيل التي منها نكون لا شيء يوحش مثل صوت غاب في الضوضاء وازدحمت به النبرات غادر سمعنا لكنه ملء العيون وأنا هناك على تخوم الغيب عند العود واللاعود أرقب من وراء الأفق آل أمتد كالحلم المعزي نسكب التأويل في عينيه أشواقا فقد يدن المنال ونظل نفتح في فضاء الروح أقبية السؤال ظلاني شرط بقائنا شمس معللة بألف رواية تعبت من التحديق في غرف الظلال نهراني كالنيليني يكمن سرنا في أننا نمشي معا نجتاز أسباب النهاية عابرين إلى المحال لا بعت زاكرة للونك لاشتريت تدفقي ولزا ظلنا منذ قال الله كن كنا ونمشي ما نزال لا سلام يا سلام هذه هي الشاعرة وليست المزيعة على فكرة اللقاء ده طبعا من 2012 أنا بلاحظة فيه صحيح لقيت إنه لا يستحق هذه الملاحقة الطويلة لابد من أخص فاصل قصير لاستعادة واستدماع القوة من سما المواصلة مرحبا بكم ولازلنا في هذه المؤانسة الشعرية الجميلة مع السمراء الجميلة سمراء الشعر وخنساء الشعر روضة الحاج أستاذ روضة ألف شفاق أو ألف شافاق عنده كتاب كده اسمه حليب أسود بتتحدث فيه عن تجربة الأمومة وعن اكتئاب ما بعد الحمل والولادة وبتسرد فيه تجارب جميع المبدعات نحو الأمومة وبعض من المبدعات يعني سبحان الله زمن الإبداع بيسرقهم الولادة بنت المستكفي مي زيادة والبعض الآخر اختياريا والبعض الآخر الأمومة بيشكل عليه عب إقاسي جدا فعندك ديوان كده كاتبة فيه إهداء إلى خالد ومحمد عامر لذان امتلكا قلبي امتلاكا أبديا أو ما جاور زالك من معنى فتجربة الأمومة كيف كانت معك بصراحة نعمة كبيرة جدا ويعني منحة لن أوفيها حقها من السناء والحمد أبدا لأنه هناك فراغ في قلب كل امرأة لا تملوه إلا الأمومة أن تشعري بأن لحياتك معنى وأن لما تفعلينه معنى وأن لما تكتبينه معنى تجديد العمر وتجديد الحياة ومنحها كل هذا الألق قل ما تستطيع الأشياء الأخرى أن تفعله لكن هذه العيون البريئة الصغيرة وهذه الأيدي التي تعلمينها السير وهذه الأفواه التي تلقلينها الحروف تفعل فعل السحر أنا ممتنة لله سبحانه وتعالى وشاكرة على أنني أم لمحمد وخالد وأسأل الله أن يحفظهما وأن يحفظ كل أبناء السودان وأبناء المسلمين جميعا بل كل الأبناء في الأرض لأن المعنى الذي يمنحونه للأمهات هو ذات المعنى الذي أشعره في قلبي وفي روحي وتخليد انعكس على روضة أيضا الشاعرة في الكتابة للأصفال نعم لأن حظي كان لأن لا أرزق بصبياتي أن أكون أم عزابة زي ما صحباتي بقول فمحمد له اهتمام بالشعر وأعتقد أنه كان يمكن أن يكون شاعرا جيدا كان يحفظ قصائدي ثم يستاء فيقول لي أنا لا أحفظ قصيدة فيها وأنا التي وتأنيس وألف ممدودة ومخصورة وهو في ذلك محق يعني أنا فرحت بهذه الملاحظة لأنني أردت أن أكتب النساء فيما أكتب أو التعبير عن الزات نعم صحيح وأردت أن تجد النساء فيما أكتب بعض ما يبحثنا عنه في الكتابات لذلك ملاحظته هذه الملاحظة الصغيرة مثل عمره كانت ملفة لي للنظر فكتبت ديوان للأسف لم ينشر حتى الآن هو ديوان كرة أرضية مربعة محمد الآن يمتحن هذا العامل الجامعة وأنا كتبت هذا الديوان وهو يمكن في السنة الرابعة في المدرسة أو الثالثة أو نحوها في مرحلة أساسية قبل سنوات طويلة وكتبته بهذه الروح أن يجد الأطفال أن تكون لهم صلة بالشعر وأن تكون قصائد قابلة لأن تقرأها البنات ويقرأها الأولاد أيضاً ولكن للأسف لم أصدر هذا الديوان أهديته لهما ولطفلة اقتبست منها عنوان هذا الديوان طفلة جنوب إفريقية قالت لو كانت الأرض مربعة لوجد الأطفال زوايا يختبئون فيها كان قولاً مؤثراً جداً بالنسبة لي ومحزن للأطفال في الحروب ومناطق النزاعات وغيرها لكن فكرة عبقرية فكتبت أسميت الديوان كوروية فكرة أرضية مربعة سيصدر قريباً إن شاء الله طيب إحساسك وشعورك بأن تكون واحدة من قصائد الشاعر السودانية رود الحاج موجودة في المقرر المدرسي لدولة فلسطين أيضاً كانت هذه مفاجأة سارة جداً سعت بها كثيراً وأنا دائمة الانتباه إلى قصور معرفة الآخر بنا الآخر العربي، الآخر الإفريقي، الآخر العالمي وأعتقد وتحتقدين معي كدارسات للإعلام على الأقل أن الآلة الإعلامية السودانية لم تفلح رغم هذا المجهود كله مقروء ومسموع ومرئي لم نستطع تقديم السودان للآخر الآخر العربي، كل الآخر بالمناسبة الإفريقي مؤثر إلى حد ما، لكن الصورة الزهنية للسودان عند الآخرين مشوشة وملئة بكثير من الغبار الغبار الذي تنفضه الفنون وتنفضه الآداب وتنفضه الثقافة فقط هي التي تستطيع كل الخطبة السياسية، كل المحاولات تظل قاصرة دون رقصة شعبية جميلة، دون قصيدة رائعة، دون رواية، فيلم، مسرحية يجب أن تكون مجهوداتنا في المرحلة القادمة موجهة في هذا الاتجاه كنت ألاحظ أن المقررات العربية، مقرراتنا في السودان مليئة بكل الأسماء تعرفين أننا قرأنا ذلك منذ المرحلة الابتدائية والمتوسطة والسانوية ونعرف شعراء العالم العربي تقريبا جميعا لكن كم من الشعراء السودانيين موجود في المناهج العربية وكلهم يستحق، الكبار جميعا يستحقون فاجأني بعض الإخوة الكرام بعد صدور المقرر مقرر الصف التاسع الذي أظن يساوي الساني السانوي هنا في السودان بأنهم ضمنوا قصيدة تغريبة المطر في المنهج السانوي فسعدت بأن هناك أطفال في فلسطين يسمعون في الحصة أن شاعر ما ولدت في السودان وأن يرد اسم السودان في فلسطين وهو اسم يجب أن يرد في كل كليات الآذاء وفي كل المناهج يجب أن يكون هناك شاعر سوداني أنا من الأشياء الجميلة العجبتني في الإختيار ارتباط القصيدة بالمطر والمطر يعني شيء مؤثر جدا على جميع الشعراء وجميع الكتاب وما عرفه فعلا بيبعث فيك أحزان غريبة وشعور بالوحدة وشعور باليبعث المطر كما قال والتذكر سياب صحيح فنحن لازم وزي ما تفضلت يعني مرتبط بالسياب ومرتبط بشعراء عظام وكبار جدا فنحن نقوم نسمع قصيدة عن المطر خصوصا أنه الجو خريف نعم هذا حديث مجرب قصيدة لك إذ جاء المطر وهي من القصائد القديمة يعني من التجارب الأولى قد حرت في سر احتدام تذكري لك بالمطر ما لح في الأفق البعيد قدومه إلا وأعيان التصبر والحذر تشتد بي حم الدكارك كلما غيث أطل أو انهمر تتأزم الآفاق إرعادا وإبراقا فيوشك بعض هذا القلب مني أن يفر ويهزني صوت المطر ينهل منتشيا بحب الأرض يعزف أغنيات السعد للغابات والصحراء والأطيار تسكن كلها فكأنما تصغي لسر وتهب أنسام العشيات التي نامت على هدب الأماصي والسحر حبل برائحة الدعاشي وباسقات الطلحي في جوف المسافات البعيدة والمدر نشوى بإنشاد الأولى فرحا يغنون الربى والأرض يبتهجون إن جاء المطر ويظل هذا القلب كالعصفور بل له الندى وأعاقه عصف الرياح وهده شوق إلى الزغب الصغار فصاح مكسورا ألا كيف السفر قد حرت في سر احتدامي تذكري لك بالمطر الريح تعصف والسماء وحيدة والمتعب المحزون يهذي كيف بات وأين بات وهل تراه وهل فيرهقني السهر كل الحروف الرائعات تعود كل الأمسيات الناعسات تعود كل قصيدة كانت لديك تعود كل دقيقة كانت لديك تعود تأثرني فما أدري إلى أين المفر أتراك توصي السحبة حين تروم ناحية الرحيلة بأن تجرعني الأمر على الأمر شوقاً وبعداً واضطراب خواطر وصراع قلب يحتضر وتوجساً وترقباً والأفق حولي يستفز خواطري دوماً إذا جاء المطر يا سلام يا سلام جميلة جداً أستاذ روضة برضو القارئ لدواوينك الشعرية بيجد أنك بتنحازف التراس الإنثان عموماً لمسألة الأخذ والاقتباسات الدينية يعني مثلاً وقال نسوة قد كنت تأتي حين أغضو هاجراً والقلبك اسماعيلة يستجي السقى في ذلك القفر السحيق مسألة الاقتباسات الدينية على وجه التحديد رغم بالتأكيد هناك قراءات متعددة في التراث الإنسان عموماً نعم بالتفكير الأيدولوجي أو الحياة ثانية؟ أتمنى أن يكون ذلك يعني قصة الانتماء السياسي طيب والله نحن كمسلمين أين كان انتماءنا السياسي لا بد أن لنا انتماء خاص بالقرآن الكريم وسبحان الله أنا كنت أقف عند تأثير حفظ القرآن الكريم عند صلاح أحمد إبراهيم يا سلام وكيف أنه يفاجئك في نص لا تتوقعين أنه سيقتبس فيه معناً من القرآن أو من السيرة ثم فجأة يدخل ذلك في النسيج وعصب القصيدة الحي فيزيدها حياة أنا لم أتعمد هذه الاقتباسات ولكنني أسق أن من أراد الفصاحة ونصاعة البيان عليه أن يحفظ القرآن الكريم وأسأل الله أن يجعل من أولئك الذين يحزون بهذا الشرف الرفيع يعني كلنا مقصرين تجاه حفظ كتاب الله ولكن هذا الحفظ للقرآن الكريم يطلق اللسان بصورة غريبة مثل ما يفعل الشعر مع الفارق طبعا لكن العرب قديما كانوا يبعثون أبنائهم للبادية طلبا للفصاحة لأنها كانت تعني عندهم أكثر من مجرد قصائد فقط تقال ولكن تعلمين ويعلم أسأل المشاهدون أن الشعر كان هو الإعلام بل أنا أذهب إلى أكثر من ذلك أنه كان التنمية البشرية التي نفتن بها الآن كان البرمجة العصبية اللغوية جماعة الحديث نعم يعني كان ولولا خلال سنها الشعر ما درى بناة العلا من أين تؤتى المكارم كان كل هذا ولذلك الفصاحة كانت مطلب عظيم وتحدي القرآن الكريم كان تحدي لغة نعم وفي العموم يعني سبحان الله أي كاتب لا بد أن يسقط شيء من ذاكرته الانفعالية صحيح والليه زي ما اتفضلت جزء منها حفظ القرآن الكريم جزء منها حفظ الشعر حفظ الاقتباس من القرآن ومن الشعر أيضا من الشعر دائما بنجد تأثر بالنابغة الذبياني واضح جدا في شعرك وأيضا بالخنساء حديدا الاثنين نعم نعم أحب الخنساء جدا أنا النابغة يمكن القصيدة المعروفة عند الناس بلاغي مرأة عربية التي اتكأت على بيت الشعر النابغة المعروف سقط النصيف ولم تريد إسقاطه لكن تأثير الخنساء عندي عميق يعني أشعر بأنني أعرفها وكمان في شكوى صحيح صحيح يعني غير القصائد التي نشرت يعني أنا كثيرة المناجاة والحديث مع تماضر بنت عمر الخنساء وأشعر بأني مدينة لها أيضا لأن هذه المرأة الشجاعة اقتحمت سوق عكاز وخيمة النابغة وبارت الرجال وكادت أن تتفوق عليهم حتى قال النابغة قولته تلك لولا أن أبا بصير سبقك لقلت إنك أشعر الإنس والجن وهي كانت أشعر الإنس والجن في ذلك اليوم على الأقل في سوق عكاز فأشعر أن نحن نسير خلف قافلة افترعتها واجترحتها هذه المرأة الشاعرة وأنما وصلنا من شعرها قليل لأنني أشك أن تكون شعرية الخنساء قد تفتقت فقط لترسي معاوية وصخر أخويها لا بد أن هناك شعر آخر لم يصل إلينا شعر الخنساء وشعر الشواعر الأخريات اللائي يعني ذكرنا عرضا هكذا حفظته كما قال المتنبي لمئتي شاعرة قبل أن أكتب الشعر ونحن لا نعرف من هؤلاء النسوة يعني فلا شك أن صحراء نجد والحجاز قد ابتلعت كثيرا من الشارع الجميل لشاعرات العربيات الأوائل ولا شك أيضا أن في السودان هناك تجارب حقيقة بأن نعرفها لم نعرفها لظروف معنات الأستاذ رود الحاج انتداد شرعي وطبيعي للخنساء نحاولنا الخنساء طيب نستمع لقصيدة المرة دي ما يختاره المذيعون ما يختاره الشعراء طيب يمكن أن أقرأ من النصوص غير المنشورة أقرأ هزيان نصوص قصيرة تشبه الحوارات توضأت أحسنت جدا وضوئي وألغيت كل المواعيد في دفتري وأطفأت هاتفي المستبد وللمرة العاشرة ارتديت قفازين من جلد وانتزار وثوبا من الحب والخوف واللا مبالاة وأشعلت لي شمعة تترقب مثل الحضور الغياب وأعددت طاولة للبكاء وفي كامل الزيلة المنطقاء جلست يحيط بي المتنبي شمسكي ودرويش وابن كثير وكوبا حليب زجاجة عطر وأشياء أخرى زجاجة عطر وأشياء أخرى جلست طويلا طويلا أخبئ طعم الخسارات بالملح لا ساعة كي أعد الهزائم هذا المساء وإذ رنقت شمعتي للممات وأصبح طعم الحليب غريبا نزعت عن الورد شرفته ربما العكس ليس يهمه وبدلت ثوب معطر بالخوف أطفأت شمعتي النادبة وأرسلت شعري كعرافة غاضبة وأرجعت كل صديق إلى رفه وقتها طرق الشعر بابي وأمسك باللحظة الهاربة يا سلام يا سلام جميل جدا تماظر الخنساء لم تستطع التحوز على بردة عكاب نعم وقدم عليها أبو بصير في ذلك الوقت لكن روضة فعلتها نتابع لم أنتمي لم أنتمي إلا إليك لم أقترف ذنبا سواك يا شعر ما ابتعدت خطايا تنكرا لكن ليتسع المدى حتى أراك هذه الأبيات من قصيدة الشاعرة روضة الحاج محمد عثمان من السودان وهي تعيد في هذا المهرجان ذكر الخنساء ولم يسبقها أبو بصير ولا سواه يتفضل الآن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتقليد الشاعرة الفائزة بجائزة شاعر عكاب بردة عكاب ترجمة نانسي قنقر الشاعرة روضة الحاج تلقي قصيدتها الفائزة أجري تقيدني خطايا فسيحة رؤياي لكن المدى قد ضاق بي زرعا فضاق أجري درة منتها منتها روحي كوى برقت وليلاتي محاق أجري أمامي الأبجدية مهرة خبرت شعابتيه من قبلي فأتقنت السباق عزلاء إلا من رماح مواجدي أتنكب الطرق البخيلة ضللت زماء الحقيقة بالنفاق أجري وأعجب كيف أروت هذه الحرية الأعراق مني كلها ويداي محكمة الوساق أقضي فأصبح قاضية أهوى فأمسي هاوية أحيا فأضحي حية وإذا أصبت مصيبة وإذا أنبت فنائب يا شعر فاحكم بيننا بالعدل قد ظلم الطباق ها قد دخلت ها قد دخلت إليك يا معنى من الباب الذي اتنبته ربات التفاصيل الدقاق وحدي أنا دون النساء وحدي أنا دون النساء شقيت بالورد المعلق في شبابيك الكلام وحدي أنا دون النساء بكيت من وجع الخليقة في تراتيل الحمام وحدي انتبهت لومضة عبرت وكان الكون يسبح في الظلام وحدي اختبرت عورة الوقت الحرام وأنا الجليلة في التمزق بين من تهوى ومن تهوى وبينهما ضرام يا ليلة المشحونة بالثارات والترحال والموت زؤام يا حزنها الملقى رحا للغبن والأحقاد عاما تلو عام يا عجزها والريح تعصف والخيام فر إن دنت الخيام لا خلّ إلا الشعر ينزف والمدى متربس والليل غاب من سهام وأنا طماضر دمعها قصر التفاعيل الموشح بالسواد كل لها صخر وحزن قصائد كتبت بماء القلب إذ عز المداد والشعر طفل هدهدته يد الغياب فلم يزد إلا عناد قد طففوا كيل الكلام وأوهنوا حيل الجياد دمع رماد دمع رماد أنا شهر زاد تحرّ الكلمات من خوف الإبان طوح وتطيل عمر الحب إذ تهب الحروف خلودها روحا فروح وتصفّد الملل السقيم تهب الليالي سمتها ووضاءة الحرف الصبيح تحكي فيصغي البحر والأشجار ينسى الصبح موعده ويرتبك الزمان وترتدي الأشياء هيئتها وتسدر في الجموح أنا كلهن وهذه كفّي ألا سلمت يداك لم أنتمي إلا إليك لم أقترف ذنبا سواك يا شعر ما ابتعدت خطايا تنكرا لكن ليتسع المدى حتى أراك شكرا لكم